النهاردة كان فيه جلسة بين الكابتن محمود الخطيب ومارس الكولر الموديل الفني للنادي الاهدي طيب ايه بقى تفاصيل الجلسة ايه اللي حصل في الجلسة الجلسة دي مبدأين كده كان فيها اسم امام عشور ده بس كده ايه فتحة كلام معاك وانا بشرح لك الكواليس ايه حكاية امام عشور مارس الكولر قال لكابتن الخطيب قال له انا محتاج اتنين لعبة قصة ملعب لو هتجيب لي امام عشور هكتفي بامام عشور ومعاك كريم ندفد اللي راجع من الاعارة في فيوتشر لوش هتجيب لي امام عشور فانا عايز اتنين فيبقى امام عشور وجريم ندفد في وسط الملعب دي طلبات مارس الكولر من الكابتن محمود الخطيب كمان مارس الكولر اكل على الكابتن محمود الخطيب ضرورة ضرورة التعاقد مع مهاجم اجنبي قال له لازم ما فيهاش بقى وتم عرض ثلاث اسماء في هذه الجلسة على مارس الكولر وتقلوا انه فيه مفاوضات معاهم في الوقت الحالي لضم احدهم وكولر ابدأ ترحيبه بالاسماء دي هتقول لي ايه الكلام النظري ده هقولك كان في يناير اتعرض على كولر كام اسم ما عجبهوش فقال للإدارة قال لهم لا مش عايزه انا عايز مهاجم اه بس لو مش هحسم اللي عندي انا مش عايزه لكن الجديد دلوقتي ان فيه ثلاث اسماء التلاتة اللي اتعرضوا على كولر الاهلي بتفاوض معاهم التلاتة عجبين كولر فاي واحد فيهم الراجل هيبقى مبسوط وزي ما قلتلك حكاية بتاعة توسط الملعب فيها كريم ندفد وامام عشور وزي ما قلتلكم انبارح امام عشور على وشك على وشك الانضمام للنادي الاهلي في الساعات اول ايام القليلة القادمة الامور قريبة جدا جدا بالمناسبة مرسل كولر كمان طلب التعاقد مع زهير ايسر والكلام على محمد حمدي لاعب امبي او الاعتماد على محمد اشرف كبديل لعلي معلول في الموسم الجديد لو الاهلي لم يوفق في التعاقد مع محمد حمدي زهير ايسر فريق امبي